لو عندي الجزيق زرات متمثلة الزرات اللي جوه الجزيق مش رحنا اخدنا ان دلوقتي انا عندي المادة بتتكون من الجزيقات والجزيقات دي هي ابسط صورة نقاية للمادة تمام؟ هي قصدي اصغر حاجة اصغر واحدة بنقاية خالص طب بتتكون من حاجة اصغر منها اه اللي هي الزرات طب لو عندي الجزيق ده متكون من زرتين بس الزرتين دولة متمثلين يبقى ده اسمه جزيق ايه شانتو اخدتوا الدرس التاني كله لا بش لسه لحد نصه ايه انتو قلتوا احنا نفتنين على التالت لأ درس الاول ونصد درس التاني لحد المقارنة بالصالبة لحنا لحد المقارنة ما بين ايه؟ اوه ما بين المواد الصلبة والسائلة والغازية ما بين الشكل والحجم والحاجات دي صح؟ والمسافات البيناية وقوة التماسك كده صح؟ ايه تمام يا روح قلبي تمام مصطفى حالة المسألة؟ مصطفى؟ مصطفى؟ مصطفى طلع مش عارف ايه الصراحة في ايه مشكلة عنده النهاردة؟ طيب المهم يا ريمون ده طيب عشان اكون واسقة اللي انتو عارفين المسائل كلها ويعني بقى اللي هو يعني مام ما انا مش عارف انتو عارفين كل الافكار ولا لأ احنا حولنا اللي احنا نجرب بحاجة طيب ممكن تحليلي كمان مسألة؟ عشان بالنسبة لي المسائل دي مهمة جدا 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 طيب ممكن تحليلي رقم ستة؟ تمام هقرهالك تايني اربع كرات من الحديد كتلة كل منهم تسعتاشر ونصف كرام وضعت فيه مخبار مدرج به ميت سنتيمتر مكعب من الماء فارتفع سطح الماء في المخبار الى مية وعشرة سنتيمتر مكعب احسب كسافة الحديد يلا انا معاك اتمنى مصطفى يدخل عشان نعرف هو عامل ايه بس في المسألة انت قلت لي اللي هو مش بيطلع على طول صح يا ريموندا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة